السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوة اخوة اتيك داري لبس عليكم بخير هاني ينكركم مزيانين نتمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير فانما كنتو تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم جديد ان شاء الله سوف نحضر معكم واحد الفاطيرات اللي سهلين ومساطين مكونات اللي بسيطة متوفرة في كل بيت وكيجيب زوينين زوينين وصحيين مياه في المياه فانتمنى انكم تجربوهم وتردو عليا قبل من بديو الفيديو دينا نتمنى انكم تخليو لي واحد اللايك عليه وكذلك نتمنى انكم تبعوه من الاول حتى الاخير باش تكتشو معي المكونات وطريقة ديال هاد الفاطيرات هادو فبسم الله على باركت الله كيف مما كتشوفو هنا في واحد اينا عندي دقيق القمح دقيق ديال القمح فقط ما فيش دقيق الابيض او الفرس فقط دقيق القمح الكاميل كيف ماشته معي ووضعت عليها رشيشة ديال الملح فيمكن لكم كذلك تديرو حتى واحد معلقة ديال السكر كيبقالكم على حسب الرغبة او على حسب الاختيار ديالكم فانا كنفضل صراحة فاض الفاطيره هادي نوضع غير الملح ما نوضعش فيها السكر يعني كتعجبني افضاك المالق ديالها غير الملحة وضعت هنا الزيت بالنسبة للزيت استعملت انا فقط زيت زيتون فانتوما يمكن لكم تخلطوا يعني تديرو كميه ما بين زيت زيتون وما بين زيت العادية فانا استعملت فقط زيت الزيتون سوف نحاول بحل طريقة ديال الحرشة تماما غادي نحاول دك الدقيق يعني كندخل فيها بطريقة هادي دك الزيت فبالنسبة لكميه ديال دقيق اخواتي كتبقى على حسب المقلة ديالكم يعني المقلة وش كبيرة ولا صغيرة الكميه كتبقى على حسب المقلة ديال كل وحده كلي كتكون عندو مقلة كبيرة كلي كتكون عندو مقلة صغيرة فانا درتد الكيميه على حسب المقلات ديالي متوما ضربوا حسابكم على حسب المقلات ديالكم صافي هنا يام بعد ما دخلتك الزيت في الضاقير اخرجبت هنا الماء بالنسبة للماء عندي عادي مروبيني يعني ما بارد مصحون ما عادي صافي وكندقوا بها الطريقة هادي كالرشو وحنا كنجمعو في ذاك العجينة انا ما كنعجنوهاش فقط كنجمعوها كيف ما كتلاحظو معايا بالاصابيع ديالنا ما كنعجنوهاش فقط كنجمعوها بهالطريقة هادي فما تعجنوهاش باش ما تجيكمش مدقصة يعني يغيي جمعوها بحالك طب هالطريقة كيما قلت لكم ديال الحرشاء تماما صافي هنا مبعد ما جمعتها فغادي نسهل عليكم واحد العملية بالنسبة لأخوات المبتدئات اللي عمرهم داروا الحرشاء او عمرهم داروا هاد الفطيرة هادي فكتاخدوا هنا واحد الميكة او كتاخدوا واحد الكيس بلاستيكي وينغضي النام نسهل عليكم طريقة ديال تمشي ديالها هناخدي تطقيق ديال القمح هو اللي خلطت يعني بها الفاطيرة في الاول نقسم انه هاد الكيمية هادي ضروري ترشو مزيان ذاك الميكة هادي قصافي وكتحطو في هادك الكريسة ديال الفاطيرة بهالطريقة هادي كتمشي وكترشو دقيق من الفوق بالنسبة لدقيق كيف مما كتلاحظو معي رها باقي فيه دك اسميت دياله النخالة كيف مما كنقولو دك النخالة رقيقة يعني رها ما مغربلش مزيان صراحة كان بغيه بيه بنخالته وكندير دائما هاد الفاطيرة به بنخالته يعني ش حاجة اللي صحية مياه في المياه بزيت العود فاطيرة دياله يعني ديال دقيق القام حبيب النخالة دياله صراحة ما كنش ما احسن منا خصوصا الفطور او القوتي ما كنش ما احسن منا صراحة كتجي زوينة بساف فبنسبة لهاد الفاطيرة هادي صراحة ما راني حضرتها للفطور وحبيت انني شاركها معاكم فانتمنى تفجبكم او تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم مع جاعة الناس اللي كتعرفو ايلي عجبكم الفيديو صافي انتم ما كيف ماشتو معي بعد ما كان مشيوها مزيان في ذاك الميكا صافي كان قلبوها مباشرة فرمي ديالنا صراحة طريقة ديرها سهلة سهلة بزاف بغيت نشاركها معاكم بخصوص الاخوات المبتديئات يعني ديروها الطريقة ديرها سهلة وبسيطة وكتبقى لكم يعني نسار حدك الفطيرة ديالكم صافي هني كنحاول اني نعاوطها مع الجنب وممكن بركلها غدي نحاول اني بحلي كنقرسها بحلاكة وينبحل خبيز عادي صافي وفضل المرحلة هذي غدي ناخد الميقلات ديالي فين غدي نطيب الميقلات ديال اللي نسمن او ديال الحرشة بالنسبة للميقلات رها باردة ضروري تخليوها باردة ما تتخنوهاش مباشرة كديروا فيها الفاطيرة ديالكم والميقلات باردة صافي هنا غدي نمشين زيان داخل الفاطيرة على طراف ديال الميقلات كلهم يعني غدي ناخد داخل دائرة ديال الميقلات بها الطريقة هذي بالنسبة للفاطيرة من الافضل انكم تخليوها رقيقة صراحة مني كتكون رقيقة كتجي زوينة بزا فغليضة يعني ما كتجي صراحة زوينة من الافضل انكم ترقوها يعني تكون رقيقة صافي هنا غدي ناخد واحد ملعقة وغدي نحاول انني يعني نسجد ها كمع الجنب نعوض هاكف ما كنقولو وناخد لذك يعني ذك الدائرة ديال الفاطيرة ديالي وهنا غدي ناخد واحد الشوكة وغدي نحاول انني نتقبها على شكل ايدسا يعني باش ما تنفخش وكتجي هي هذيك ما كتنفخش ليكم وكنفضل صراحة انني يعني ندير فيها توقب بالشوكة حسن مليد صافي غدي نهاد كهان زيان وغدي نشعل عليها النار بالنسبة لنار النار تكون متوسطة اه البطالي لكم تكون النار دياله متوسطة صافي وغدي نخليها بطيب مرة مرة كنبقى ندور يعني الميقلات ديالي على الطرف اه البطالي عندي صغير والميقلات عندي كبيرة دك شعرش كنبقى نطيب عفوان طريف بطريف في لكن عندكم من رصدية البطالي كبيرة يعني على الضارة ديال الميقلات فحطوها غيرها كيف قلولو وخليوها تحمر على خاطرها او تطير على خاطرها فهذا المرحلة هذيك في مشتو معي راني كان عمرو حد بريد ديالاتي كمتلكم انا حضرتها الفطول صافي غدي نخلي حتى قتت تحمر مججيها لتحت وغدي نقلبها هنه بعد ما حسيت بها انها تحمرت او طابت مججيها لتحت غدي نقلبها مباشرة هنتم مثل ما كتشوفوا معايا رها طايبة صافي هنا غدي نمسح الميقلات ديالي وغدي نوضع فيها واحدة الرشيشة ديال زيت الزيتون فضل المرحلة كيبقى اختياري يمكنكم طيبة غيرها كما طيبتوها على الجهة ديال تحت فانا صار حكي يجبني اني ندير فيها واحدة القطيرة ديال الزيت مجيها ديال لوجه بها الطريقة هذي صافي غدي نمشي في الميقلات كله مويماتو ما كفمشتو هراني وضعت زيت زيتون كيتلقي يعني الضخمة فاش كنوضع زيت زيتون مشي بحل زيت العادية صافي هنا هنزلت الفطيرة ديالي وغدي نخليها تحمر بنفس طريقة على الجهة ديال لوجه وغدي نحيدها وغدي ندير فطيرة اخرى صارحة ندير جوج ديال الفطيرات فانتوما ديرو على حسب الافراد ديال العائلة ديالكم هانا يا انتوما كما كتشوفها ديرها طايبة والفاطيرات الثانية هايا في الميقلات بنفس طريقة كنطيبها الجهة تحت كنقلبها وغايا مبعد ما تطيب ان شاء الله غدي نولي معاكم هانا مبعد ما طابو هما هادو كتشوفوا معي اخواتي الفاطيرات بجوج بهم را في الساعة كيوجدو ما كياخدوش وقت طويل يعني ما فيهم لاخميرا لو كان عينوهم يخمرو ما والو را غيك اتخلطوهم مباشرة كتطيبوهم شوفوا معايا كيفاش كيجيو كيجيو رائع جدا كيف مقدركم مع بريد ديالاتاي صراحة الساعة ديالاتاي كيف ماشتوا معايا شوفوا معي شكي ديالهم كيفاش كيجيو 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 رائع جدا وفهما دقما ما عاوتش لكم كما اديكم الفطور او القوتين صراحة كيجيو فنين مزاف اول حاجة انهم صحيين 100% كما اديكم يعني دقيق ديال القعم بالغراء كما كيجيو كم الان لم곡يه humans يعني اخواتي مثل قريب Loadz حبيب نقالتو راها كما تكلم هذه راهم من غرب الشبيب كل نقالة اللي كادكون رقيقة زيت العود بطبيعة الحال انهم فيهم زيت ديال نفاطرة لصحية 100% فغادي نقطعها معاكم كيف ماشتوا معايا هنا بعد ما قطعتها هانتوما كيف ماشتوا معايا صارحة كتجي فينا غادي نورجيكم كيفاش كتجي طريف هانتوما كتجي رائع جدا انا من عشاق يعني هاد الفاطرة هادي من عشاقها خصوصا الفطر صارحة كتجي فينا يعني انا صارحة كتجي بزابية بوليداتي بالزوج ديالي كتجي زوينة زف الفطر كتجي يا انتوما كما كتشوفوا السمك ديالا من الافضل انكم ما تغلضواش بش جيكم زوينة يعني من الافضل انا جيفت السمك هذا تكون شوية ارقيقة هنا رافقتها بالكونفيتير مهم كما كتلكم راني حضرتها انا الفطر مهم هنا عندي كونفيتير عندي زيت نات زيت العود وهنا زبدة كما كتشوفوا هنا بريد ديالتاي اللي اعمرت معاكم كويس بشيبة اللهم اعظمها نعمة واحفظها من الزوال نتمنى هاد الفيديو انه يجبكم فيديو بسيط بسف ولا انه فيديو زوين خصوصا معد الفطيرة الصحية 100% نتمنى انكم تجربوها حتى بس حركة تستحق تجريبة يعني شي حاجة اللي زوينة صحية شي حاجة اللي رائعة نتمنى انكم تجربوها و تردو عليها ده بغا نقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة